اعمال يوم العاشر واحد يستحب الدعاء بعد الفجر حتى الاسفار اثنان توجه الى منا لرمي جمرة العقبة والنحر او الى مكة لطواف الافاضة واما الحلق فيجوز في اي مكان ثلاث رمي جمرة العقبة ارمي جمرة العقبة وهي اقرب الجمرات الى مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الاخرى وكبر مع كل حصات اربع ذبح الهدي اذبح الهدي وكل منه ووزع على الفقراء الهدي واجب على المتمتع والقارن ومستحب للمفرد خمسة الحلق او التقصير احلق شعرك او قصره والحلق افضل اما المرأة فتقصر من كل ضفيرة قدر انملة اذا رميت وحلقت فقد حللت التحلل الاول وكذلك لو فعلت اثنين من اربعة الرمي او الحلق او الطواف او السعي اما النحر فلا يدخل هنا لانه لا يجب على جميع الحجان واذا فعلت هذه الاربعة كاملة مع النحر اذا كان واجبا عليه فقد تحللت التحلل الثاني التحلل الاول تتحلل من احرامك ويجوز لك فعل جميع المحظورات الا النساء من جماع او ما دونه كالتقبيل ونحوه التحلل الثاني جاز لك جميع المحظورات حتى النساء اشتركوا في القناة